اشتركوا في القناة وحط خط أحمر وأخضر وطالب الرب بالوعود ده أنا في وقت نظر ده مكيدة ده مكيدة جبتها إزاي من تجارب المسيح هو قال له اطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب على أيديهم يحملونك لألا تضرب بحجر من رجلك هو اكتبس ده من مزمور 91 لما نرجع لمزمور 91 يقول كده يقول لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك ده أرحشالها إبليس فهو مكت جدا يشيل الجزء المهم وحط الجزء اللي بيعجبنا اللي بيريحنا ده جزء البدع من سميه بالضبط فقال له مكتوب على أيديهم يحملونك مش يحفظوك في كل طرقك فأنا بقول الرب يحفظ من يحفظ نفسه الرب يحفظني وأنا في طريق الرب داود يقول له سهل قدامي طريقك مش طريقي طريقك أنت فاللي أنا بقوله رحشال الجزء ده اللي فيه الوصية وحط الوعد فإبليس بيجي لكل واحد يلمع قدام الوعد وينسيه الوصية أقول الصدق لو شغلنا أنفسنا بأن أتنم الوصية وعوده هتم هتم وأجي عند كل وصية أقول لي رب ساعدنا عيشها لما دورت في الكتاب يا سنزار لقيت معظم الوعود والوصية شابكين في بعض إحنا ناخد الجزء اللي يريحنا ونسيب الجزء اللي مش على مزاجنا اللي بحطنا في مسؤولية مثلا نقول لبعض ده قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين كلنا بنقول لبعض طب والتكملة احملوا نير مين جه قال التاني ده قال احملوا نير عليكم لدي ما نقولهاش خالص مثلا نموذج تاني نقول ده قال أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر طب والتكملة ده قال اذهبوا وتلمزوا وها أنا معكم حتى وهو العطف موجودة فنسيب الجزء اللي مش على مزاجنا ونقول لبعض ودي مكيدة مكيدة من المكايد أخذ الحتة اللي تعجبني من الآية واسيب النص التاني موسيقى 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 موسيقى